الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ نؤمن بمراتب القضاء والقدر الأربعة الأول نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء لا يخف عليه شيء وأن الله سبحانه وتعالى أمر القلب أن يكتب مقادر كل شيء يلن تقوم السعف كل شيء مكتوب ولا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشى لم يكن يعني أنا الآن مثلا أقول بعد الدرس هذا سأذهب إلى السوق شاء الله أن أذهب إلى السوق شاء الله أني لا أذهب إلى السوق والله لا يمكن أن أذهب وما شاء الله سبحانه وتعالى وما جاء الله في القدرة حتى الشيء عليها مثل تلك الشيء وأخيرا سأذهب إلى السوق أخير الله سبحانه وتعالى وإنه لو أنه أذهب إلى سابة وإنه لا يخفى إلى السوق أعمال العباد مخلوقا كالعباد فالعبد مخلوق céبت واشهم أعمال كذلك مخلوقا ولكن السبع مددعي هل تغير؟ أفضل لدينا جمعة وارد مارات تمس لطيفا ورد أرادها وارد الله سبحناه تعالى وارد الله سبحناه تعالى وارد الله سبحناه تعالى وارد الله سبحناه تعالى وارد مؤتنا لقائب الاشفا كما أننا نختار في الدنيا وفي الأعمال مثلاً أحسن وظيفة لابد أن نختار في الأخيرة طريق أهل السعادة ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلام والصالح والله أعلم